مروان عطية أهلاوي تالت صفقات النادي الأهلي بعد صفقتي خلد عبد الفتاح ومحمد ضوي كريستو اضافها بالتأكيد خط نص النادي الأهلي كلام كتير لكن في النهاية الأهلي بيخلص ونضم بالفعل مروان لتدريبات النادي الأهلي احنا بنتكلم طبعا على 24 ساعة بتفسدنا عن مباراة بكرة الصعبة طبعا دي تمرينة النهاردة كانت تمرينة صباحية وظهر فيها طبعا مروان عطية زي ما حضراتكم شايفين في الكدر مع نجوم النادي الأهلي فاخري عبدالقادر ربيعة كريستو وده طبعا مروان عطية اضافة زي ما قلت الخط النص اللعيب الحقيقة خط نص عصري وبالتأكيد مشاركته مش هتكون سهلة يعني احنا بنتكلم دايما عنه خط نص النادي الأهلي خط يمكن من اقوى خطوط النص على مستوى قارة افريقيا وبالتالي وجوده مع السلية ومع حمدي فاتحي ومع أليو دينج هيكون اضافة قوية جدا ودعم كبير جدا لخط نص النادي الأهلي استقبال لعبة الأهلي نهاردة لوران عطية طبعا اللعب الأهلي الجديد اللي بحق حلمه ونتمنى ان شاء الله بإذن الله يكون قد التحدي وقد المسئولية وقد أحلام جماهير النادي الأهلي اللي سعيدة الحقيقة يقدر تقول ان طبعات الجماهير عن الثلاث صفقات انه فيه احساس بالراحة والإطمئنين بشكل كبير جدا وان شاء الله بإذن الله يظهروا ما يظهروس في مطش بكرة اعتقد انه ده قرار ميستر كولر لكن اعتقد انه هيكون إلى حد كبير صعب والمغامرة بيهم لكن من الوارد وليه لا يعني هنشوفهم بكرة او مش هنشوفهم بكرة هم جاهزين ومتمرانين مع الفريق واعتقد انه بما انك في وسط موسم فالكيرف او الحالة الفنية ليهم هتكون جيدة لكن مدى يعني انسجامهم مدى استعابهم لفكر ميستر كولر انسجامهم مع زمائلهم دي حاجة يحسمها ميستر كولر بناء على تمرينة النهاردة وهي التمرينة الأخيرة ان شاء الله قبل التوجه الاسكندرية عشان نلعب مع المصري في برج العرب خليني اكلمكم كمان على كهرباء كهرباء مبدئيا كده يعني على ترانسفر ماركت تم رفع الايقاف طبعا رسميا الاهلي في انتظار رد رسمي من اتحاد الكرة اللي من ناحيته خاطب الفيفا عشان يعرف موقف كهرباء اللي تم رفع الايقاف عنه يعني وصلنا لتاريخ 11 يناير الايقاف كان في 11 يونيو 2022 لمدة 16 وبالتالي تم رفع الايقاف عن كهرباء زي ما احنا تأكدنا كمان من خلال موقع ترانسفر ماركت ومن حق كهرباء المشاركة يشارك او ما يشاركش دي قصة ترجع لمستر مارسل كولر وفي النهاية طبعا الاهلي مش هياخد الخطوة دي الا لما يتم مخطبته رسميا للرد على طلبه الاستفسار على موقف كهرباء من قبل اتحاد المصري لكرة القدم طيب ايه تاني عندنا جديد؟ خلينا نتكلم على حقوق الاهلي في بطولة كاس العالم الأندية والاهلي يفوض شركة الاهلي لكرة القدم طبعا برئاسة المهندس عادلي القيعي فيما يتعلق طبعا بحقوق النادي وكيفية استثمارها والاستفادة منها من خلال مشاركة الاهلي في مونديال الأندية اللي هيبدأ ان شاء الله بإذن الله مشورة الاهلي في يوم 1 فبراير